طيب بمناسبة الإرهاب بقى احنا ما نقدرش نغفل الحقيقة الجهود المستمرة فيها يمكن وزارة الداخلية وكنا أعلن مبارح عن طبعا قطع الأمن الوطني كان في مشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشطية كانوا طبعا عملوا عملية أو مدهمة مهمة جدا وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناص الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بمناطق جبلية بكيلو ستين طريق الفرافرة وأصفرت طبعا عن تصفيات 11 إرهابي وطبعا جاري تحقيق مع الذين قبض عليهم دي برضو من المجهودات اللي لازم نشير لها والتحديات اللي بتوجهنا يعني في هذا الوقت احنا بنحضر فيه لمكافحة الإرهاب الفكري عن طريق المؤتمرات والمنتديات فيه إرهاب صريح وواضح جدا بيتم مكافحته هنا على الناحية التانية كان طبيعا أنك تلاقي حادث إرهابي زي ده في التوقيت لأنه بعد الأبض على شام عشماوي أعتقد أنه بدأت لعملية ديء عليهم قوي على الجامعة الإرهابية في ليبيا فده المنفذ الوحيد لهم أنهم يجوا عن طريق الفرافرة فده نتيجة طبيعية للإنجاز الكبير جدا اللي حصل من القوات الليبية في الفترة الأخيرة وأبدوهم على شام عشماوي ورؤوس الإرهاب فده نتيجة طبيعية لده وده يلزمنا أن نوجه تحية للقوات الشرطة اللي عارفة كواس جدا ومتوقع كواس جدا أنه ممكن يكون المكان ده في الفرافرة هدف للإرهاب بعد ما تم تضييق الخناق عليهم في ليبيا بالضبط ويعني الموضوع تم بمنتهى الحرافية وبمنتهى الدقة ويعني اتخاذ الإجراءات القانونية جاري دلوقتي نيابة أمن الدولة العليا بتتولى التحقيق وأكيد هنوافع حضراتكم بالتفاصيل طيب امبرح يا أستاذ بشير